طيب انت عاملة مبادرة اسمها عارف الترابي في وجهة نظرك يعني ايه عارف ترابي الام ازاي تبقى عارف الترابي عارف الترابي دي يعني احنا عندنا شوية طرق وادوات لتربية غير عنيفة مش بتعتمد على العنف ولا على العقاب في تربيتها لكن هي بتعتمد على انه على الحوار وعلى التفاهم وعلى الخبرة اللي بيعيشها الطفل ان احنا نكون بنعيشها معاه فعارف الترابي دي معناها اني عندي طفل عنده شخصية مستقلة قادر ياخد قراراته بنفسه وقادر يرجع لي وقت ما بيحتاجني وقت ما هو بيقول انه انا محتاج لده ووقت ما بيكون رجوع لي هو في طلب النصيحة وهو في الاخر بيختار قراراته بنفسه لانه هو شخص مستقل عظيم عارفت رابي ازاي قدرت تعالج مسألة الغيرة بين الاخوات والاطفال ومسألة الطفل العنيد لكل الناس بتشتكمل احنا بس تعاملنا مع الغيرة اوقات كتيرة بيكون تعامل مش ايجابي يعني اوقات بنعتبر ان دايما الغيرة على طول الوقت هي مش هيعر سلبية وبننفي على الطفل حق شعوره بالغيرة من مثلا وجود اخة او اختليف جديد او وجود ده حقه حقه يغير ده حقه يعني واحنا لما بنقر بالحق ده ده بيهدي حوالي 50% من احساس الطفل اللي بيصعب الحكاية وكأننا بننفي على الطفل يعني ان هو يعيش مشاعر معين فاحنا لما بنتكلم عن مسألة الغيرة خصوصا بنقول للأهالي حاولوا تكونوا تحطوا نفسكم مكان الطفل وحاولوا تقروا كده انه انت من حقك تحس باللي انت عايز تحسه الاهتمام كان بتاعك انت الواحدة جدلوقتي الاهتمام موزع عليك انت واخوك فبالتالي من حقك ان انت تغير بالضبط وانه لو كنت مكانك كنت هتدايق بس تعالى دلوقتي اقولك انه انت بقيت كبير بتعرف تعتمد على نفسك وتعمل حاجات بنفسك بس يمكن اخوك او اختك هو محتاجني اكتر لانه انت كنت في نفس المرحلة العمرية انت كمان تعلمه بالضبط بنشوف برا بيعودوا يمهدوا للطفل الصغير ان اخوه جاي واحنا مستنيينه مهم القصة دي تتعامل على طفل صغير عشان يبقى متحمس لاخوه او اخته واوقات كتيرة كمان بنصح الاهل ان هو يختار يعني هو اللي يختار مثلا اسمه يعني هو اللي يسميه هو اللي بيختار له لبسه هو اللي بيعني ان المهام بتاعة الطفل اللي لسه جاي ده مشركه فيها نبقى بنقول ان هي متوزع علينا كلنا فانت هتبقى ايه مهمتك ده بيقلل كتير من احساس انه الطفل حاس انه فيه حد جاي اخد كل الاهتمام ده ما كانه وهو بيكون عنده حق هو لسه مش قادر يتعامل مع المشاعر دي يمكن دورنا اكتر ان احنا نعلمه يتعامل مع مشاعره دي اكتر ما نعلمه انه يرفضها او يجتمها او ما يعبرش عنها بدفع انه دي حاجة عيب اللي عنيت بقى اللي كنت بتسأل عليه اللي عند ملوش غير طريقة واحدة يتقابل بها هي طريقة الحوار والتفاهم وطريقة ان انا برجع المسئولية للطفل يعني حتى لو دايما بتكلم على فكرة العقاب انه انسب طرق العقاب انه الطفل يكون بيصح خطأه يعني زي ما بنقولها كده بالبساطة انه لو بيكتب على الحيطة دي مسئوليتك انك ترجع تنظفها لانك انت بوسطه وهي كانت سليم ففي العند كمان ما بينفعش يتقابل بعنده قدامه لان ده بيخلي الطفل يزود في الحكاية وفي خناية العند دي احنا لما بندخلها ما بنشوفش غير كل حاجة سلبية فمهما الطفل عمل من حاجات كويسة ما بعرفش أشوفها لان انا بعلق على كل ما هو سلبي بس لو جربت ان انا اتكلم اتفاهم واركز بقى على الايجابي حتى لو كان اتلكك عليه زي ما بقول دايما هلقى الطفل انه هو لوحده عنده رغبة في انه يرديني على الفكرة واش قصد يدايقني مش جاي الدنيا يعذبني يعني فهيبقى بيعمل كده فعلا شيرين صح حيلي لو انا مفهومي غلط بس انا بحس دايما ان الام لازم والاب طبعا لازم يبقى دورهم في النشأة للطفل انه هما دايما يدولوا يرسايل ايجابية عن نفسه فقط فقط ما يفعش ان انا انتقدوا هل انا صح ولا غلط في حاجة زي دي بالتأكيد انت صح ما في المية والصعوبة كمان اللي بتحصل ودي بقول حتى الامهات كتيرة انه لما بيتكلموا عن الطفل بطريقة صلبية قدام الناس ده يعني دي اكتر حاجة بتكسر الطفل وبتحسسه انه هو يعني شخص مهزوز جدا وانه هو مش عارف يعمل اي حاجة كويس ودي حاجة بقى بتخلي اصلا العلاقة تبوز كده مننا خالص بس لما بدي رسايل ايجابية ده دايما بيحسسه انه هو يقدر والطفل دايما بيديني اللي بتوقعه منه كل ما توقعت منه الايجابي كل ما الدهولي عارفة اللي كان بيتقلينا زمان كده انه كل ما قلت لطفل انت غبي هيبقى فعلا كده لانه هي خلق هي كده كده شايفاني كده لكن لو انا بقوله انه انت بتقدر انت شاطر هو هيبقى كده علشان ده توقعي انا منه